اليوم حكيت بعد سنة بدنا نظن نعيش أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد تحديدا بعد ثرث سنين سيتغير المشهد وبعده بسنوات سيتغير المشهد كيف سيتغير المشهد وكيف لازم نتعامل معه نعم سيدي أنا شاكرك شاكرك جدا على الأسئلة لأني أهمني أبنائي وأخواني الذين يريدون أن يسمعوا أن أقول أولا أمريكا الآن بدأت أزمتها في الكورونا الآن بدأت والمتوقع أن هناك ولايات نصف سكانها سيقضي عليهم بعد إحنا ما نستغرب سيد التاريخ اللي كان دائما يقول ديقول المستقبل يقرر التاريخ والجغرافيا أوروبا في القرن الألف وثلاثمية عندما ضرب الطاعون خسرت تلت سكانها تلت سكان أوروبا ضاع توفي بسبب الطاعون الآن نحن نتكلم إن شاء الله أقل ضررا على العالم ولينطال الله والحمد لله وأنا متفائل في هذا الموضوع في وطننا بهذا الوطن العزيز ونحن نسمع توجيهات شلالة الملك ومتابعته لكل ما يحدث وتوجيهاته لكل ما تقوم به الحكومة ونرى إجراءات الحكومة أنا أقول إنه إحنا سنكون إن شاء الله أقل المتضررين وفي هذا الوطن العربي كله إنما الدول التي تحكم العالم التي تشكل الصين وأمريكا وحدهما يشكلان أربعين من مئة من اقتصاد العالم إحنا نتكلم عن هذه الأنجينز هذه المحركات القوية التي تفرض كل شيء في هذه الدنيا هذه الكورونا طبيعتها تختلف عن الطاعون أيضا مع أن الطاعون من أسوأ الأوبئة بأنها تلف وترجع لأنها تنتقل في الهواء وتنتقل بكل الوسائط فبعد أن تخرجت من الصين عم بتعود إلها من باب من الشباك طلعت من الباب عم بتعود من الشباك الصين استطاعت منذ البداية ومن اليوم الأول هذه دولة يا سيدي استطاعت عندما بدأت الأزمة أن تنشئ مستشفى يستوعب 3000 مريض خلال عشرة أيام عشرة أيام بني فيها المستشفى وجهزها وأديرها وأجهزها طبيا ودكاترا وأدوية واستقبل 3000 مريض هذه الإمكانات التي بسبب قرار ترامب الآن نحن نرجع إلى ما قدمته أمريكا 2 تريليون الصين قدمت في بداية الأزمة دعم دعم لاقتصادها حتى لا ينهار وحتى يبقى الاقتصاد الأول في الدنيا 27 تريليون يوان يعني ضعف ناتجها القومي ليش تصرفهم ليش القيمة لا خليها تبسط تصرفهم على على الدواء لا يا سيدي بصرف على الدواء كأولوية بس ما بنسى أنه ابن هذا الذي توفي بده يأكله بده يعيشه وأنا مسؤول عنه هكذا قال شي جنبين قال اللي بده يتموت رح يموت لا حول ولا ولكن ابنه وعائلته وأحفاده هدول أمانة في رأبتنا بدنا نأمنه ومستقبلهم ولن نسمح لهذا المرض أن ينهي العال اشتركوا في القناة